اشتركوا في القناة 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 لا يفادة والله الى اخيره المهم بعد لالفين وحداش بعد التورا في مدينة تجورة هناك صارت مبادرة من اولياء الامور ومن مكتب التعليم طبعا بافتتاح المنارة الشرعية من جديد وفتحت المنارة من جديد بدت تتأدي في دورها اول مفتحة طبعا المرحلة التنوية وتخرجت حوالي اربع دفعات في التنوية وفاها اقبال حتى من ناحية الطلبة كل سنة حوالي خمسين ستين طالب تخرج في ستين سبعين طالب كل المرحلة الشرعية والتحق بالجامعات دراسات اسلامية وقانونه وطبعا احنا عندنا حتى علي مستواليبيا الترتيب الاولى من داخل مدلسة بوراوي حتى السنة هذه الترتيب الاولى الاربع من داخل مدلسة بوراوي وتأدي في دور الى حتى الان وطبعا احنا في الـ 2013-2014 اقترحوا طبعا هو فيه قسم تعليم الديني بقيادة الشيخ فوزي الغرياني داره مقترح ان لابد تدرس حتى المرحلة الابتدائية مش الاعدادية على اساس ان التعليم الديني يبدأ من المرحلة الابتدائية من صفه الاول ابتدائي الى ثالثة تنوي اقتصروا طبعا الى قلة الامكانيات قالوا خلينا اخذوا احنا المرحلة العددية من صفه السابع الى التاسع طبعا اول دفعة تطلع السنة هي احنا الصفه التاسع هي فاها بوادر كويسة والطالب لما يلتحاق من صفه السابع الى ثالثة تنوي ثوماتيكيا معناها يطلع من اعدادي قاعد نفس المادة سيخش المرحلة التنوية تبقى عنده حصيلة دينية ما شاء الله بزي طالب اللي في المرحلة التنوية هذا تشبع الاعدادي اللي يقرأ من صف السابع والثامن والتاسع والثانوية والثانوية والثالثة تنوي معناه حصيلة علمية ما شاء الله يطلع منه العلم الشرعية المواده عندنا اول حاجة كورونا الكريم وعندنا حكام التلاوة وعندنا التفسير والفقه وصول الفقه عقيدة سيرة تفسير حديث بالإضافة لمواد اللغوية بلاغة نحو صرف طبعا هذا والمرحلة العددية احنا يا شيخ ما فيه شراو فرق بيننا بين التعليم العام احنا نقره في مواد شرعية ونقره في مواد علمية نقره في العلوم في الرياضيات في انجليزي في الجغرافيا قصة مفيش حاجة من بره نفس بالضبط إضافة على المواد الأساسية تقرفها المواد العامة احنا عندنا مواد شرعية طبعا احنا مدست بوراوي تقريبا بيها 70 موظف منها الكادر الإداري طبعا لدارة مدير نائب المدير وطبعا عندنا شون إدارية وعندنا خصيين إلى آخره وعندنا طبعا احنا حوالي 45 معلم إينات وذكور طبعا في معلمين مختصرين على المرحلة العددية فقط وفي مدرسين المرحلة التانوية وفي كلاهم الزوز طبعا احنا عندنا المدرسين هناك من العلوم الشرعية نخبة المدرسين عندنا من أفضل المعلمين داخل تجورة في لعنده حتى ماجستير عندنا معلمين احنا هنا ماجستير ويدرس في العداد عندنا ماجستير ويقري في التانوي ومن أفضل معلمين ومشهودهم طبعاً هم بالعلم والثيقة والله رسالة وجهني إلى وزير التعليم وكل من له يد في إلغاء التعليم الديني لابد كل إنسان يعرف أن التعليم الديني هو أساس كل شيء إحنا لو الإنسان يدرس تاريخ ليبيا يدرس تاريخ ليبيا من الأول أساس على التعليم الديني وعلى الوسطية ونرجو منهم أن يتق الله سبحانه وتعالى في إصدار أي قرار ظالم ضد التعليم الديني التعليم الديني له آلية وله خطة وله منهجية بعض الناس يقول لك والله التعليم الديني ما عنداش خطة ما عنداش هالية ما عنداش إمكانيات إحنا عندنا كل شيء موجود ورسالة نوجهها لأي حد لها وصيلة بهذا الموضوع أن يتق الله سبحانه وتعالى في هذا الناشاء وفي هذا الجيل بدنا الله مستمرين لكن إحنا تقول إذا رلنا عرقلة إحنا الرسالة التي توجهت من مكتب تجورة إلى مدس براوي بعدم قبول الصف السابع طبعا هذه إحنا اللي محركتنا شوية تونيجروا عني كيف نردوا عن الرسالة هذه وبدنا الله بنبدو نسجله طبعا الصف الثامن والتاسع مستمر والثاني ومستمر لكن علاش يقاف الصف السابع إذا كان إحنا حصلنا وقفة من أهل تجورة من أهل تجورة أخص بالذكر أهل تجورة أن لو يوقفوا معاي من داخل مدس براوي حنبدأ في التسجيل بإذن الله لأنني عندي قرار والقرار ملغيش إلا قرار أني عندي قرار بيقبول الطالبة الصف السابع قاعد عندي موجود عندي أني حنقبل بإذن الله لما يجي قرار باللغاء والإيقاف من الوزير نفسها بعدين هذا كراي تاني لكني ما عنديش أي شيء أي مستند أني يوقف لتوى التعليم اللي أساسي أني عندي قرار فاتح بيه من المؤتمر الوطني يجيب لي قرار يلغي شيء هذا أني ينفت لكن بالطريقة هذه قرار عشوائي هيكي كلام عشوائي كلام شفه وما يمشيش طبعا أني بالرد عليه كلام وكيل الوزارة في أحد القنوات بحجة أن مدارس التعليم الديني أنه متهالكة ومعندها شألية ومباني قديمة طبعا إحنا المنارات كلها أو المدارس الدينية من داخل ليبيا نعرفوهم وزرناها كلهم شنالهم شخصيا ففيش ولا مدرسة متهالكة وكلها صحية وفيها عدد طالباني من داخل مدرس براوي هنايا المرحلة العدادية عندي صف والأعدادي هذا صف السابع أربعين طالب عندي صف الثامن حوالي خمس وعوشين طالب عندي صف التاسع أولي تخرجت الدفعة هذه ستتاشط طالب والمنارات الثانية زملاء نحن كالمفهم وعند نحن أحصيات ما فيش الدوة متاع ثلاثة واربعة طالباني ما هناك منها بق والمباني مباني ما بيش نقول لك أني ممتازة في لي جيدة جدا وفي لي جيد إحنا لما يقول مباني متهالكة إحنا عندنا مباني مدارس داخل تجورة هنايا حتى عام إحنا بش تكلم مدارس دينية والله شي يرتله برا عليش أنت هلك انت كلم تكلم تقول مباني متهالكة عمم لكن عندنا مدارس إحنا شو بقولك ولا ما تنخش من داخل تجورة وطبعا إحنا من داخل المدرسة براوي إحنا كل شي موجود عندنا مدرسة جيدة جدا والحمد لله والله والله في الختام بصفة مديرة لمدرسة أبي راوي الدينية للتعليم الأساس والديني أشكر قناة التناصح وجميع الكادر الوظيف بها على ترى هذا الحدث من داخل المدرسة أبي راوي شكرا